السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا ما معنى رؤية تقبيل المرأة للمرأة في المنام؟ يعني بتشوف في منامك إنك بتشوف إمرأة وبتقبليها في المنام فتقبيل المرأة للمرأة له عدة معين وأنطري إمرأتان يقبلون بعضهم أيضاً لها معنى آخر يقول العالم الجليل ابن سيرين أن تقبيل المرأة للمرأة في المنام يدل على زوال الهموم والمعاصي والتوبة إلى الله تعالى كذلك قد تدل رؤية تقبيل المرأة للمرأة على السعادة الزوجية للرأي إذا كان متزوج وعلى زواج الرجل للأعزب وأيضاً للفتاة وتدل رؤية تقبيل الرجل للرجل على ظهور بعض الأزمات المالية إذا رأت العزباء في منامها تقبيل المرأة للمرأة يدل على تكوين علاقات كثيرة وعلى أن الفتاة اجتماعية والله أعلم رؤية تقبيل المرأة للمرأة في منام المتزوجة يدل ذلك على صلاح أحوالها وعلى عدم فعلها للمعاصي والزنوب وعلى انتهاء المشاكل الزوجية كذلك قد تدل هذه الرؤية على تحقيق أهدافها وأمانيها التي تريد تحقيقها من زمن طويل وبشارة لها بالخير وصلاح الأحوال وأيضاً تدل على التحق أولادها في أفضل مدارس للتعليم وتوفقهم في حياتهم وتحقيقهم الكثير من النجاحات في العلم إذا رأت المرأة الحامل في منامها تقبيل المرأة للمرأة يدل على صلاح أحوال المرأة وأيضاً على تيسير أمورها كذلك تدل هذه الرؤية على زوال الهموم والمعاصي وعلى سهولة ولادتها وإنجاب مولود معافى من جميع الأمراض والله أعلم تفسير رؤية تقبيل المرأة للمرأة في منام الرجل يعني لو الرجل شاف منامه اتنين من السيدات بيقبلوا بعضهم مثلاً المرأة شاف مرأة زوجته والتانية مثلاً كانت أخته يدل ذلك على الصلاح والسعادة رؤية تقبيل المرأة للمرأة في منام الرجل الغير متزوج يدل على زواجه من فتاة صالحة وشريفة وهتكون مناسبة رؤية المرأة للمرأة تقبيلهم في منام الرجل دلالة على زوال هموم الرائع وعلى التحق بوظيفة جديدة ومكانة كبيرة ومرموقة وتدل رؤية تقبيل المرأة للمرأة اللي كانت عزباء ومرأة تانية متزوجة في منام الرجل على زوال الخلافات الزوجية وعلى الأرزاق الكثيرة إذا كان متزوج إذا رأت المرأة المتزوجة أن امرأتان يقوم بتقبيل بعضهما كنوع من الشهوة يدل هذا على قصرة الزنوب وربما هذا يدل على النميمة والغيبة إذا رأت المرأة الحامل أن فتيات أهل زوجها يقبلوها فيدل هذا على المحبة والمودة بينها وبين أهل زوجها وأن أمور حياتها الزوجية تتجاوز على ما يرام وإذا رأت المرأة الحامل أم إمرأة معروفة تقوم بتقبلها وأن المرأة تلك معروفة بعد داوتها لها وأنها صاحبة أخلاق سيئة فيدل ذلك على أنها سوف تواجه بعض المشاكل في حياتها ولكنها سوف تتغلب عليها إن شاء الله وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر